يبدين نتكلم دلوقتي على typical ECG system نبص على signal processing chain اللي موجودة في اي جهاز ECG وعامتا دي ممكن نعتبر برضو ممكن تنفعل اي جهاز في electrophysiological signal زي EEG او EMG نفس الحاجة تقريبا بيبقى فيها عندنا مجموعة من الالكتروت بتأخد السيجنال من الpatient بيبقى فيها عندنا protection circuit هدفها ان هي تحمي الجهاز من اي voltages جاية من الpatient ممكن تكون dangerous على ال input circuit بتاعت الجهاز بيبقى فيها عندنا signal selection stage ممكن من خلالها نختار واحدة من دول هي اللي يحصلها بعد كده signal conditioning filters وبعد كده في الاخر بتدخل على الكمبيوتر عشان تتعرض طبعا هنا احنا ممكن يبقى فيها عندنا عدد كبير من signals نختار العدد اللي احنا محتاجين نستعمله وهو بس اللي بيدخل على اساس ان احنا نقل تكلفة الجهاز لان ما يضطرش نعمل بقى parallel signal conditioning و filters كل واحدة من signals المختلفة بيبقى فيها عندنا مرحلة مهمة جدا برضو اسمها signal isolation بهدفها ان هي تخلي الpatient معزول عن ال AC اللي موجود عندنا في جهاز ECG وبالتالي بنحمي بيه الجهاز بنحمي بيه الpatient طبعا بيبقى فيها عندنا computer أو microprocessor controller حسب التكنولوجيا بتاعة الجهاز هي بتكنترول كل المراحل الموجودة عندنا في الجهاز علشان في الاخر تسمح لuser interface انهما يعرض signal وممكن يبقى فيه control من user interface على اللي بيحصل في signal processor ممكن يبقى فيه برضو بعض الأحيان يبقى فيه digital converter ياخد برضو sigma من الكمبيوتر ويعمل لها صوت يطلعها عن طريق سماعة يطلعها كصوت مثلا فرضا عايزين نسمع كل نبضة مثلا نسمع بيب مثلا ولا حاجة ممكن يتم من خلال حاجة ذي نعم